بمنحة تساعدي تقفز سعر العقارات في وسط بتزامن بشكل طردي مع ازدياد مؤشر تساع رقعة السكن العشوائية تقابل هذه التردية اجراءة عديمة الفاعلية في تجنيب المحافظة أزمة سكن ذات حدودية خطيرة أثمان العقار في وسط بمنحة تساعديا بوقت تتسع فيه رقعة السكن العشوائي ومشاهد المناطق الغير منتظمة في القطاع البلدي 25 ألف قطعة أرض سكنية لم تكن كافية لحل الأزمة والامتعاض يعوم ترد إلينا طلبات من بعض الأهالي ومناشدات ما هو سبب ارتفاع الأسعار في العقارات التابعة إلى مدينة الكوت أتوقع أن أكثر من 60 إلى 70% من الموظفين تم استلام قطع أراضي وتوجد لديهم أراضي وتوجد لديهم دور سكن إلا أن بعض أصحاب رسالة أموال والمستثمرين يسيطرون على شراء هذه القطع الأراضي ويتحكمون في الأسعار صعودها ونزولها ويشكل مواطنون من الغلاء الفاحش الذي تشهده أسواق العقار في المحافظة بظل غياب الرقابة وسطوة أصحاب الأموال المتضخمة من مصادر مجهولة مطالبين بإيجاد الحل الدلالين وجشع الدلالين يعني بإمكانهم التحكم بمقاطعة كاملة يصعدون الأسعار على مزاجهم وينزلون الأسعار بمزاجهم أيضا وهم اللي يتحكمون بأسواق العقارات والتفاحها بالتالي رح يتجي المواطنين للسكن للعشوائيات بسبب هذا الاتفاح مشهد العشوائيات واضح في واسط هناك التجاوزات في أغلب المناطق لأن هناك مافيات في العقار تتحكم في أسعار العقار يعني أحد الأساتي قبل أيام كان في بريطانيا يقول أنه أسعار قطع في الكوت أغلى من بريطانيا وتؤشر الإحصائيات المحلية إلى أكثر من 30 ألف منزل عشوائي في واسط ناهيك عن التجاوزات الأمر الذي يؤشر إلى مخاطرة كبيرة في المستقبل القريب سجاد العطية الرابعة